بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم اشخباركم احوالكم طيبة امركم هان يانت مننا يا رب تكونوا كاملين وصحة وسلام يا رب اليوم ان شاء الله بلاتوا اخر ديال المملحات بعجينة المسمن بروات كي يجيوا رائعين والداد والبوريك التركي بالسبانح والجبن كي يجي هائلا في الشكل ولا في المدق ديالهم مع سر القرمشة والتوريق ديالهم كي يجي غزال يعني شهيوة ديال تحملت الوجه اللي ممكن تحضرهم ضيافكم وتستقبلوا بهم مناسبتكم يعني العائلية كي يجيوا رائعين واقتصاديين وفي المتناول وحتى الاخت اللي كيتعذر عليها يعني انها ما كتلقاش الورقة هادو كي يجيوا كأنهم الورقة يعني كي يجيوا مرقين ارقاق مقرمشين وهائلين وكيف قلت بحشوة اقتصاد يا ولداد بالعاجين غادي نحتاجوا لي 500 جرام ديال دقيق ابيض وميتين جرام ديال دقيق في نوك دقيق القمحة داك الرطب ماشي داك الحرش المسمد يعني داك الرطب لكي يقولون لها ثانين الحرشة هاكا غادي نحتاج لها معلقة صغيرة ديال الخميرة معلقة كبيرة ديال الخل جوج معلق كبار ديال السيت والماء غير من نوروبيني باش غادي نجمعه تقريبا جوج كؤوس كبار ديال الماء والماء يعني عينكم ميزانكم غير هي العاجين تكون قاسحة يعني قابطة في راسها يعني باش ما تعدبناش في الخدمة بقى نزيد الماء شوية بشوية يعني احتكت لملينا العاجين العاجين كيف قولت كتبقى قابطة في راسها ما غادي ندلكوها ما والوغير واحد جوج دقيق باش خدمتها ونغلفوها مزيان في شي بلاستيك وخليوها ترتاح قدم ما قدرت وخليوها ترتاح كل مرتاحة كل ما كتجي يعني احسن وكتطع معاكم انا الصراحة ما خليتاش غال الوقت لي طيبت في الحشوات لكن ممكن توجدوها في صباح وتخليوها تالي شي عاد تخدمو بها كتجي رائعة يعني كل مرتاحة كل ما كتطع وكتجي احسن بعد موجة العاجين سنبدأ نوجد الحشوات هنا عندي بصلة كبيرة او لجوج حبات البصل متوسطين اللي شحرتهم شوية ديل زيت نباتي تقلبا 1-4 ملقة ديل زيت نباتي حتد بالتلينا البصلة وضفت لها هنا ميتين وثمانين جرام ديل صدر الدجاج اللي قطعته طريفات رقيقية وقيم ممكن تضيف الكفتة غدا نضيف لهم ايضا واحد نص معلقة ديل بدرة التوم ممكن تعودوها بجوج فصوص كبار ديل التوم يعني مبشورين سوفو غدا نشحر لكل مرة اضفت لها هنا نص معلقة ديل سكنجبير او للزنجبيل الرسل معلقة ديل فلفل اسود او للبزار معلقة صغيرة ديل كوركم نص معلقة ديل ملح هنا عندي معلقة كبيرة ديل سلسة صوجة او لسويا سوس وشوية ديل الهريسة او للحار او للشطة يعني كيبقى حسب الدوق وهنا واحد معلقة صغيرة ديل قصبر يابس سوفو غدا نخلط الكل يعني حتكت الدمج لنا هاد العناصر مزيان وغدا نضيف لها مربعة ديل الشعرية الصينية اللي دوزتها في ماء غليان يعني سكبت عليها ماء غليان خليتها تقريبا واحد ثلاثة دقيق صفيتها وقطعتها سوفو غدا نخلط الكل بهاد الشكل وحاولوا ما امكان الحشوات انكم تنشفوهم متخليوش فيهم الماء هنا بعد ما طفيت النار يعني كتسحوا الدوق زيت شوية ديل ملح شوية ديل هريسة جوج معلقة كبار ديل الاربع وجوج معلقة كبار ديل الزيتون اخضر مقطع هنا طافية النار يعني غير فدك الصهد ديل الحشوة فاش مررت هاد المكونات الحشوة الثانية حتاجت له ايضا واحد ربعات المعلقة ديل زيت نباتي واحد بصيلة صغيرة ايضا اللي غادي نشحرها بهاد الشكل وغدا نضيف لها ربطة ديل السبانخ بقطعها بشكل عشوائي ربطة صغيرة ديل السبانخ هنا عندي بودرة التوم ايضا واحد نسمع القادية لبودرة التوم تعاودوها ايضا بجوج رصوص كبار ديل التوم وغدا نبدأ نزيد سبانخ شوية بشوية يعني احتكت نزل ليها الكمية الاولى وعاد نضيف لكمية التانية ربطة صغيرة يعني الحشوتين بجوج اقتصاديين والداد وتتلعوا بهم المملحات رائعين جدا هنا شوية ديل البزار شوية ديل ملح فقط الرسل مع القادية الفلفل اسود والرسل مع القادية الملح احتل على التالي وصحوا الدوق ايضا بلكم خاص طيفوه غادي نسنع لها رايته ما تدبال وتنشف يعني حاولوا ما امكان الحشوات نشفوهم وهنا اضفت لها مع القادية الملحة ومن الاحسن حتى الحشوات يعني يعطوهم حقهم خليهم واحد زعتين يرتاحوا عاد بدو تخدموا بهم هنا بعد ما رسح للعاجين كيف قلت انا ما خليتوش ارتاح بزاف ولكن من الاحسن يلوجتوه في صباح تلع شي عاد تخدموا بيك يجي احسن نشكل منه كوريات صغار بهاد الشكل واختيت فقط جوش كحبات اللي شكلتهم بدك الحجم كبير بعد ما كملت تشكيل ديالهم غلق اه اه دهنتهم بزيت السيتون وغلفتهم بالفيلم وتخليهم ايضا ارتاحوا واحد عشرين دقيقة بسطح العمل نبدأ ندهن بالزيت ونبدأ نورق اه الرغيف ديالي او للبريوات بهاد الشكل السر يعني في التوريق ديالهم ان اللي يتورقهم زيان حتى كيولي يبليكم سطح العمل شفاف يعني العاجين كيولي شفاف بهد الشكل دهنتهم بشوية ديال الزبتة وبدأ يتكلفهم على هالطريقة قسمت في النص ولفيتهم على هالطريقة كنعودو نقادوهم باليد يعني الشكل راه واضح وصدقوني كيجوا هائلين وكأن هالورقة مقرمشين والداد ويعني الورقة فيهم مكتبانش يعني الحشوة غالبة على الورقة كيجوا رائعين رائعين والسر كيف قلت هو في التوريق في العجين يعني ما فيها لخميرة لوالو ايضا في التوريق ديالهم اللي كيكونوا مبرقين مزين راه كيجوا مقرمشين وكيجوا غزالين طريقة ديال اللف ديالهم هي واضحة كالبريوات العاديين وكان حاول نتيري العجين راه كاتيري حاول نتيري وفي نفس الوقت انفيني البريوات ديالي بهد الشكل وهدين حتها فلاطة اللي وضعها فيها ورقة طهي بعد ما كملت شكيل ديالهم هنا اختيت حبة ديال البيض ضفتليها شوية ديال الخل كيف ممكن نضيفه سلسطة الصوجة وبديت كندهن في البريوات ديالي وغادي ندخلهم الفرن ساخن على درجة حرارة ميتين درجة النار غير من الاسفل نخليهم حتى كي يتنفخوا ويطلعوا عاد نشعل عليهم يتحمروا من الفوق هنا للتزيين ضفت هاد الزنجلان الاسود ديله السمسيم العادي زرعة البافو ممكن تخليهم غير عاديين راكيجي ورائعي بالنسبة للسبانخ ضفتليهم هنا واحد العلبة صغيرة نصف علبة ديال الجبن هاد جبن بالاعشاب كيف ممكن ديروه جبن عادي والسر في الحشوات انهم يكونوا ناشفين يعني حاولوا ان الحشوات ديالكم يكونوا ناشفين ويرتاحوا كيف قلت باش كيتلقودوا كنسيم ديالهم خديت ايضا حبة ديال العاجين وورقتها رقيقة بهذا الشكل وقسمتها في النصف وبديت كنوضاع الحشوة بهذا الطريقة والشكل راه واضح باش غدين شكل البوراك او للمحين شات بهذا الشكل يعني وشتف التوريق ديالهم راه الحشوة كتبقى بينك لان العاجين مرق يعني ورقيق غير ما تكتروش الحشوة الداخل باش ما يترتقوش فقط حاول نديروا غير شي شوية باش ما يترتقوش سوف يولفيتهم بهذا الشكل وغدين لفهم على بعضيتهم على شكل بانمي وايضا غدين وضعهم في لاطا لوضع في ورقة طهي وندهنهم بنفس الطريقة وندخلهم الفرن يطيبو يعني مباشرة كن بدى ندخل باللاطا باللاطا يعني النار غير من الاسفل حتى كيتنفقوها دا وعد كنشعل اليوم يتحمروا من الفوق ميتين دراجا وتخليهم حتى كيتحمروا كيكتسبوا داك اللون انها فقط هادو شي شوية يعني فوتوا لي الطياب هنا رشيتهم بزرعة الخشخاش كيف ممكن تخليهم عاديين او لو ترشوهم بالزنجلان او كيف ما بغيتو بالنسبة لدوك الكورات الكبار غدين شكل منهم بحال لي منيك خواسون او مملحات بالجبن يعني بسط ايضا العاجين بالسعانة بالزيت في سطح العمل كتحاولوا ترقوه وتعطيوه شكل مستطيل بهذا الشكل وغدينتني بهذا الطريقة غدينتني على بعض ديتهم بعد ما اطلبت حال ما اندهنوا بالزبدة انا عندي زبدة ديال التوريق وما خدمتش يعني بالزبدة بزاف يعني انا خديت من هغا الكمية قليلة ساب فيك نبدل نلفها على هات الشكل وهدي كتجي بها العاجين مورقة كتجي هائلة نخليها ترتاح يعني وعد نبدأ نخدم بها هنا اعتمت لها جبن كترشوه بهذا بعشاب التنسيم اولا ممكن تخليو غيرها كده عادي والشكل راه واضح كتدلو به بحل ديمينيك خواسو اولا دي سيقاغ بهذا الشكل وايضا بنفس طريقة دهنتهم بالبيض وغادي نرشهم ايضا بزرعة الخشغاش وغادي ندخلهم الفرن يطيب يعني هنا اللطن اللي كملتها كندخلها الفرن طيب حتى كملت شكيل مملحة ديالي كاملين وهذا هو الشكل ديالهم نهائي كيجوا مقرمشين هائلين الحشوة رائعة يعني ديال تحمرت الوجه اللي تحضرهم لضيافكم والمناسباتكم العائلية كيجوا رائعين للحشوات ولا الشكل ديالهم فقط انا شوية هدوك المحين شات شوية يخدو لي لون بزيد وبهاكده حلقتنا دياليوم غادي تكون سالات نتمنى يعني هاد الاقتراح ان الاستحسانكم وارضاكم تعتمدوه ان شاء الله بالشار الفضيل ونمل احسن المملحات را ما كنديرهمش من دابة يعني كنخليهم حتى الاخر اسبوع شهر شعبان عاد كنبدأ نحضر في المملحات اللي غادي نخزن ديال اسبوع 13 ايام ابعد حد وهكذا داواليك نتمنى هاد الاقتراح يعني تسافدوا منه شكرا للمتابعة ونتظروا في الحلقات المقبلة بإذن الله نتمنى هاد الاقتراح